على بعد كم كيلومتر من شواطئ البحر الأحمر وبين أعالي الجبال يعلو صوت حماسي ألحان صاحبتها طلقات النار كلمات وكسرات متغايرة كأنها تهليلات الأعياد أو حراب الماضي أربعين من الرجال مقسموا واصطفوا وبدأوا يربصون لابسين الثوب الحياسي ومتزينين بالمقاميع والسيوف موروث شعبي تناقلته الأجيال من الأجداد والآباء وفي الكلور يرويب خطواته معالم الرجولة والشجاعة سالم حميد الجهني قائد لفرقة الشبحة للموروث الشعبي بالجهنة تكلم عن ارتباط الثقافة بهذا النوع من الفنون الشعبية المتوارثة هذا فرقة الشبحة للموروث الشعبي من جهين عبارة عن صفين وتغابلين يبدون في بدوة وبعدها تاخذ حماس وتكون كسرة وهذا موروث شعبي من موروث الأباء والأجداد نلعبه في الأفراح ونلعبه في الأعياد جميع المناسبات الطيبة نلعبه الرقص الشعبي هنا له دلالات كثيرة ومختلفة يبدأ هذا الفلكلور بافتتاحية ودعوة للمشاركة باختلاف اللحن يختلف معنى الفن هناك ألحان تغنت للشمس وغيرها تغنت بالحرب فيه لحن يعني يشيرته بالصوت تختلف عن اللحن الثاني تغيير في الألحان لأنه لو مشى على لحن واحد ممكن ياخذ له شوط كذا ويعجز لعجز اللحن دا يبدون باللحن الثاني البدوة مثل ما تسمعون دحيا المواريد سهلة وتصدر عسير يندبح واحدا يمشي بلاي سلاح هذا اللحن حرابي وكلام حرابي كانوا في قديم الزمان يحدون حدا حرب الآن حنا الحمد لله نلعب الطرف في الأفراح وذا تيجي كسرة مثلا وثوبي من الصرمه قصير ما ينماز مثل الخيبرية هذا ينزلون بالثياب الحياسية ينزلون ثنين ثلاثة يطبون ثوب عليق يلف لين مرات حتى يقول لك كانوا في قديم الزمان الثوب كان يطلع منه كامل ويجلس ويرجع للثوب بالنسبة للسيف ينزلون ثنين لجأت الكسرة مثلا الكسرة تقول يا حليل السيف في يد ناقلة ينزلون ثنين يتبارزون بالسيف المقميع كمان لها كسرة يأخذونها رقصة في الحلقة ويرمون كل شي يستخدمون لتعزيز هذا الفن والمحافظة عليه فمثلا ملح البارود مستخرج من الجبال وحتى الفحم استخرجوه من الأشجار عمل ملح بارود يورد نار ويعطي صوت ليس يطلق حية إنه صوت في مواقع هنا في الشبحة يستخرج منها الملح يستخرجون الملح هذا من مواقع من الجبال وفيه فحم له يأخذونه من الأشجار ويعملونه له مهوان يدقونه فيه ويدقونه ويصفونه ويطبخونه ويعملون فيه كذا حتى يصبح جاهز تعبية المطاريف والمقمع والإطلاق لكل حركة ولحن وكلمة دلالة في هذا الموروث الشعبي قصيدة أدائية تنظر روايات الماضي للمستقبل قصيدة أدائية تنظر روايات الماضي